بريطانيا تضيق الخناق على طالب اللجوء على أرضها فبحسب ما أعلنته وسائل إعلام محلية أن الحكومة ستفرض مراقبة إلكترونية على بعض طالب اللجوء المقرر ترحيلهم إلى رواندا ضمن خطة الهجرة الجديدة لوزارة الداخلية وسيتم وضع لاسقة إلكترونية لتتبع طالب اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة أو بشاحنات وأشارت تقارير صحفية أن أول من سيتم فرض هذا النوع من الرقابة عليهم الأشخاص الذين طعنوا على قرار الحكومة بترحيل عدد من طالب اللجوء في بريطانيا ونجحوا بموجب قرار قضائي في حثف أسمائهم من قائمة المراحلين على متن الرحلة الأولى فيما يرى منتقد خطة ترحيل أن المملكة المتحدة تتعامل مع هؤلاء الأشخاص الفرين من بلدانهم لأسباب من بينها الاتهاض كمجرمين نشطاء حقوق اللاجئين وصفوا خطة الحكومة بمراقبة اللاجئين بأنها مريعة ووحشية إنه لأمر مروع أن هذه الحكومة عازمة على معاملة الرجال والنساء والأطفال الذين فروا من الحرب وسفك الدماء والاضطهاد كمجرمين وليس واضحا حتى الآن كيف سيتم اختيار من ستتم مراقبته لكن إرشادات وزارة الداخلية تقول إنها لن تشمل الأطفال أو النساء الحوامل في الوقت الذي سيخضع الأشخاص الذين تتم مراقبتهم لحظر تجول ومن لا يلتزم سيتم احتجازه أو محاكمته وسيشمل ترحيل اللاجئين إلى رواندا بشكل أساسي الذكور البالغين غير المتزوجين وكانت وزيرة داخلية البريطانية بريتي باتل قد انتقدت قرار المحكمة الأوروبية بمنع ترحيل اللاجئين إلى رواندا واصفة إياه بالمخزي